يوجد في عرف الزواج المجاملات بين الناس وما يطلق عليه النقطة بغرض المساعدة والكثير من الناس ينتظرون رد هذه الهدايا أو الأموال وقد يطالبون بردها إذا لم ترد فما حكم الدين في ذلك النقوط الذي اعتاد الناس تقديمه بمناسبة الزواج قال عنه علماء الشافعية إنه من باب الإعارة يرجع به صاحبه سواء أكان مأكولا أم غير مأكول وعلى هذا الرأي تكون الهدايا دينا يلزم الوفاء به في حياة الإنسان وبعد مماته ويخرج ذلك من التركة قبل توزيعها كما نص عليه القرآن الكريم في آيات المواريث من بعد وصيات يوصدها أودين وبعض الناس يحرصون على رده أو رد مثله في مناسبة مماثلة وقد يسبب التقصير في ذلك مشاكل كبيرة والأعراف على كل حال تختلف فيرجع إلى العرف ليحكم عليه بأنه هبة للمساعدة والمجاملة لا ينظر إلى ردها أو بأنه إعارة أو سلفة لا بد من ردها أو رد مثلها والمعروف عرفا كالمشروف شرطا وأرجو أن يدفع بسخاء نفسه ولا ينظر إلى رده فقد تحول الظروف دون ذلك وقد تختلف القوة الشرائية فيكون الهمس والتعليق الذي يحز في النفس إن قصد الهبة قصد طيب يحقق معنى التعاون على البر وأجرها كبير عند الله والأعمال بالنيات والله أعلم ترجمة نانسي قنقر